مودست ليس لدي أي خطط لاعتزال بس كفاية يعني كفاية يعني مودست كفاية يعني هو مودست خلاص يعني اعتقد ان ديها تبقى اخر مرحلة لك وبرضو يعني يعني انا واحد من الناس كنت بتمنى ان انت تضيف للنادي الاهلي وتضيف للمكان اللي انت متواجدين فيه متواجد فيه بس هو النادي الاهلي هو اللي اضافلك وخلى اسمك لسه متواجد يعني حقيقة بصراحة يعني طبيعي ان هو يكلم على اليقة البدنية والشغف والعقلية من الممكن يكون مفيدا بخبراتي للشباب وارد ده انت هي كاتخيات بيبو شكله كده اخد بالك بيرسم ان هو يبقى مدين كورا اخد بالك اه لا مش هيا اه اه لا اهليك بقى مش باشي في موضوع الان اشمل لنا بقى ايه حاجة ادارية كده ولها يعني واحد من انا كنت واحدة من الناس واحد من الناس جميعا بصراحة كنت متوقع متوقع ان مودس ده هتير يعني هو فعلا طار اه والله يعني كنت متوقع ان هو هياخد المدافعين ده المدافعين في ملاخر في داره ويحجز ويعدي وهدرز وشوت وتزديدات وكان هيتشقلب وعرف اه قلت هيبهدل الدنيا انا ما شفتش الكلام ده بصراحة يعني حقيقة ما شفتوش كنت اتمنى والله ان انا شوف الحالة دي مع مودس لان الامكانيات اللي احنا شفناها والاسم بتاعه اللي كان موجوده هو جاي كان كل جمهور النادي الاهلي وعملنا له شاي وعملنا له اغنية بتاعت عبد المطلب وعملنا له دعاية وحاجة جميلة بصراحة يعني كنا متوقعين كان نفسنا والله ان هو يبقى المهاجم رقم واحد في النادي الاهلي في الفترة الاخير بس في الاخير اتمنى اكيد النادي الاهلي بيفكر في المرحلة اللي جاية في لعيبة افضل في لعيبة عندها الطموح لعيبة عندها الشخصية لعيبة عندها عايزة تثبت الوجود عايزة تاخد بطولات عايزة تحقق نجاحات عايزة تعمل شعبية وجماهيرية زي ما تكلمنا على علي معلول كل دي اهداف لازم النادي الاهلي يشتغل عليها وانا عارف النادي الاهلي في الفترة جاهة يشتغل على النوعية دي نوعية اللعيبة المقاتلة نوعية اللعيبة اللي فعلا عايزة تيجي تعمل تاريخ واسم هو ده اللي هيشتغل علي النادي الاهلي اتمنى بإذن الله ان شاء الله تعالى يعني تكون مرحلة مرحلة عودة الكرة المصرية تاني الحمد لله خلاص عدة المنتخب عدة بشكل كويس بعض الانتقادات اللي بتحسى على المنتخب مصر اللي أنا ضدها بصراحة اتمنى حملة الانتقادات على كابتن حسام والجهاز الفني هجماعة ما ينفعش اتمنى حملة الانتقادات على لعبة المنتخب الحمد لله اللعبة كانت رجالة واعتقد ان الفترة الصعبة عدت محتاجين الفترة اللي جاي بقى نشوف الكرة الكرة المصرية نشوف النادي الاهلي فافضل حد نشوف النادي الزمالك تاني يرجع تاني للمنافسة نشوف المنافسة اكتر من كذا من كذا فريق مع بعض عشان نرجع نشوف الجمهور ده وهو موجود في الاستاد او في المدرجات نستمتع به واحنا بنتفرق